إن من تحتهم إلهي وانتبه معي كلما خبت نار الفتنة أججتها الأحزاب الطائفية التي تعتاش عليها فالميليشيات المدعومة من أحزاب العملية السياسية تصعد وتحرد طائفياً لاستهداف النسيج المجتمعي العراقي وصرف الأنظار عن المعاناة الحقيقية للعراقيين ما يشكل تهديداً للسلم الأهلي هيئة علماء المسلمين في العراق أشارت إلى أنه في الوقت الذي لم تحرك السلطات الحكومية ولا المراجع الدينية ساكناً تجاه ما صدر من إساءة لصحابة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وتأريخ الأمة الإسلامية التي خرج بها نور المالك فقد تماد المسار المعوج للعملية السياسية بفرض مشهد طائفي جديد حين أقر مجلس وزراء حكومة الاحتلال عطلة رسمية جديدة توافق حادثة يوم الغدير في إجراء يعزز حالة الاستفاف الطائفي في البلاد ومما يعزز النهج الطائفي الذي تبنته الحكومات المتعاقبة بميليشياتها المدعومة من إيران الاعتداء على المساجد وانتهاك حرمتها وليس ببعيد ما تعرض له جامع عبد الله بن عمر رضي الله عنه في حي البنوك ببغداد من اقتحام أحد الذين شغلوا منصبا قياديا في الميليشيات الطائفية وذلك أثناء خطبة الجمعة حيث قاطع الخطيبة محاولا فرض أفكاره على المصلين مع سيل من تصريحات التهديد التي تفوه بها بحسب هيئة علماء المسلمين في العراق التي أدانت اقتحام الجامع وعدته تجاوزا خطيرا سيفتح الباب واسعا على انتهاك حرمة المساجد وفرض الوصاية الدينية والفكرية عليهم وأن محاولات فرض حالة الاستعلاء الطائفي التي يشهدها العراق في هذه المرحلة لها دلالات كثيرة وخطيرة وهي تأتي بالتزامن مع أكثر مراحل العملية السياسية انحطاطا وفسادا دابت الحكومات المتعاقبة بعد 2003 إلى سياسة إفقار العراقيين وتجهيلهم والسعي نحو تحريف تأريخهم وتسفيه عقائدهم والانتقاص من رموزهم في عملية ممنهجة لاستهداف العقيدة ومصادرة التأريخ واستئصال التراث ومحو هوية العراقي والعراقيين